موسيقى ما فيه شكل طبعا أن محمد صلاح واحد من أهم أسباب تقلق ليفر بول في الفترة الأخيرة لكن كل تكلم وانتقد نجمين المصري وقال أن محمد صلاح ابتعد عن النجومية وابتعد عن التهديف لكن بيعود بقوة مع يوجين كلاب في مباراة ليفر بول الأخيرة علشان يصنع هدف رائع جدا لنبي كيتا وأيضا يسجل هدف ولا أروع منه غياب ماني وكل عارف سياسة يورجين كلاب في روتيشن وأنه داخل على بطولة مهمة وهي كأس العالم للأندية وبالتالي حابب أنه يوزع الحمد البدني على كل اللعيبة وفي شكل طبعا لعبي ليفر بول اللي موجودين على مقاعد البودلاء سواء شاكيري أو سواء شامبلين لما بيكونوا موجودين كلهم بيقدوا بشكل رائع جدا علشان كده لما نشوف محمد صلاح بيغيب لمباراة وسادي ومانيه بيلعب والعكس صحيح لما مانيه يكونوا موجودوا على مقاعد البودلاء وصلاح هو اللي موجود فلازم نكون عارفين أن يورجين كلاب دايما بيبص على سياسة روتيشن وسياسة روحة اللاعبين كلهم في اللقاءات اللي جاية علشان دخلين على حاجتين مهمين جدا أول حاجة دخلين على أحداث الكريسمس ودخلين على ماتشات تقيلة جدا للدوري الإنجليز وخاصة لفريق ليفر بول اللي بيكون دايما في الكريسمس وفي نيويز كلنا عارفين البوكسينج داي وأيضا بناخلين على بطولة مهمة جدا أعتقد أن ليفر بول محتاج أن يختم سنة 2019 بتالت لقب لي في هذه السنة بفوزه بكأس العالم للأندية ما فيه شك طبعا أن بعد ما ليفر بول انفرض بالمركز الأول يبتعد نقاط كثيرة جدا عن منشستر سيتي صاحب المنافسة الوحيدة في الدوري الإنجليزي في آخر سنوات الفريمير ليج منشستر مش هو المنافس لليفر بول ليستر سيتي دلوقتي بقى المنافس لفريق ليفر بول بعد الأداء اللي بيقدمه مع براندين روجرز المدير الفني المخضرم السابق لفريق ليفر بول بأقل الإمكانيات بعد رحيل محرز ورحيل كانتي ورحيل ماجواير يظل ليستر سيتي واحد من أقل أندية لموجودة في الدوري الإنجليزي بيفوز على أسطنبيلا بنتيجة أربعة واحد فاردي بيتقلق طبعا بيتقلق متصدر صدارة هداف الدوري الإنجليزي ومتربع عليها فاردي بيحقق إنجاز حققه قبل كده في الموسم 2015 اللي نجح ليستر سيتي إنه يحرص فيه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه لكن ليستر بيعطي الدرس للمرة التانية في الدوري الإنجليزي إنك ممكن بقى أقل الإمكانيات تصنع المستحيل مش بس تصنع المستحيل تنافس كمان ليفر بول اللي عنده لعبة من التراز الأول زي بيرجل باندايك زي ألسون بيكوز زي محمد صراح زي ساديو مانين وزي فرمينيو أما بالنسبة لمدينة منشستر فهي مغطاة باللون الأحمر أو باللغة الإنجليزية أطلقوا بعد المباراة مقولة منشستر إيز ريد زي ما حضركم عارفين أن مدينة منشستر منقسمة إلى فرقين منشستر يونايتد ومنشستر سيتي السيتي هو يعتبر الأحدث في عالم كرة القدم لكن اليونايتد كلنا عارفين أنه هو لونه أحمر وبالتالي مدينة منشستر كانت فيه تقاصم ما بين هل البطل لابني أو أزرق لون منشستر سيتي ولا البطل لونه أحمر زي الزي اللي بيتديه منشستر يماتد لكن في اللقاء الأخير أعتقد أن كلنا اتوضح لنا الأمر أن في هذه المباراة وهذا الديربي منشستر هي مدينة حمراء وبالتالي تقلق وفوز لسولتشاير في أقل من أسبوع على فرقين تقال جدا أول واحد على طاطنهم اثنين واحد على مورينيو وأيضا الفوز على منشستر سيتي خارج الديار وخارج ملعب الأول ترافورد في ملعب الاتحاد بنتيجة اثنين واحد بيب جورديولا أعتقد أنه هو فيه كلام كتير جدا جدا بيقال عليه بعض المباراة لسه مش عارفين مستقبله هل مستقبله هيتم حسمه من قبل إدارة فريق منشستر سيتي ولا جورديولا لسه قدامه منشوار طويل ولسه عنده أمل ولسه عنده فكري بيفكر به وعارف يفصل كويس جدا ما بين ماتشوات دوري الأبطال وماتشوات الدوري الإنجليزي علشان يعرف ينافس أيضا على لقب الـ FA Cup وأيضا على لقب الكرباو Cup كالعادة جورديولا بينافس على كل الألقاب اللي موجود فيها مع فريق منشستر سيتي لكن زي ما بقول لحضراتكم يتبقى الخيار بالنسبة له هل هو ده آخر موسم بالنسبة فيب جورديولا ولا لا هل فيب جورديولا إدارة منشستر سيتي تسعى أنها تجدد له ولا لا هنعرف أكيد تفاصيل كثيرة عن منشستر سيتي خلال أحداث الحلقة أرسنل كالعادة طيب هنروح لمانشستر سيتي ونروح لتليفون مهم جدا علشان نتطمن ونعرف آخر الأخبار اللي موجودة في مدينة منشستر بعد دوربي الأخير دوربي مدينة منشستر مع أحمد صلاح المنصق الإعلامي لفريق منشستر سيتي في مصر وفي المنطقة العربية أحمد برحب بيك أهلا بك أرسل المشاهدين طبعا في البداية دوربي مدينة منشستر يحمد يتم حسمه لمانشستر يونيتد وبالتالي الفارق التاسع ما بين الستي وبين ليفر بول والمنافس لليفر بول حاليا بالنسبة لترتيب الدوري الإنجليزي هو فريق لسستي ترى مستقبل جورديولا هل في جديد ممكن نعرفه ولا هيتمت لجديد الثقة في بيب جورديولا علشان عنده أكثر من بطولة بينافس عليها زي ما حصل الموسم اللي فات وفاز بكل البطولات الإنجليزية أعتقد أن بطاق أو رحيل بيب جورديولا مش راهن لي يفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز وفاز باللقب في آخر موسمين وأعتقد أن فوزه باللقب الثالث على سوالي هيكون إنجاز لكن لو ما قدرش يكسره كافة من ديها تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لي بيب جورديولا ونالي منشستر سيكي هو طرح بعد المباراة وبعد الديربي وختارت الديربي أمام منشستر نايتد وقال من بطولة احنا بنلعب عليها والفرق في دور الإنجليزي الممتاز لكن لسه قدامنا كذا بطولة ويمكن فوزنا فيه أكتر من مباراة في البطولات المختلفة وممكن ده اللي يخلينا مرة تانية نرجع لمستوانا مع عودة اللاعبين المصابين مرة أخرى لفريق ده يساهم مع بيب جورديولا في إعادة منشستر سيتي للفريق صحيح زي ما انتكلمتي عمر من شوية أعتقد سعلا أن لستر بقى هو أقرب منافس في فريق ليفر بول بيقدم أداء رائع جدا في 9 مباراة من آخر 10 مباراة أعتقد أن ده رائع جدا بالنسبة للفريق حتى ما حققش نفس الأرقام دي في الموسم اللي فاز دي بلقب الدور وعمل أرقام أفضل من اللي عملها في الموسم التاريخي اللي فاز دي بلقب الدوري تحت كادث رانيري أنا شايف أن الإستر رائع جدا في نادي منشستر سيتي زي ما انت قلت مفتاعد شوية لكن أعتقد أن الوضع تحت السيطرة بالنسبة لبيب جورديولا داخل منشستر سيتي لأن بيب جورديولا في منشستر سيتي مش مجرد موديل فني بيب جورديولا دوره بيتخطى الإدارة الفنية داخل نادي منشستر سيتي هل تفسيرك لتراجع منشستر سيتي هل هو يعني كثة الإصابات المتكررة بالنسبة لبيب جورديولا واللعيبة للسكواد اللي موجودين عنده ألا بالنسبة لبيب جورديولا المحتاج أنه يتعاقد مع لعيبة سوبر تكون بودلاء حتى على مقاعد البودلاء بالنسبة لفريق الساتيزنز بعد أي إصابة تحصل له بدل ما بيوظف هو كل مباراة لاعب ممكن ما يكونش متألق في المركز اللي بيتم توظيفه فيه وبالتالي بيأثر على الفريق بالسلب يعني هو مزيج بين الإشابتين اللي انت هو ما تعاقدش مع لعبين ممكن أنهم يقدروا يسيدوا الفريق توجد خياد نجم مثلا عن الفريق ثاني حاجة الأصوات اللي موجودة للفريق دايما تضرب أهم موجودة عنده في الفريق حقيقي يعني فورد أهم لعب في بسع عم شسر فيتل الإصابة أجوير وأهم لعب في خط الهجوم بيغيب عم شسر فيتل الإصابة اللي يقدر يملى الفراغ ده دي كانت غلطة من باب جورديولا أنه يصر دي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية أن ما فيش بديل وكمان سوق حظ برضو يعني خليها تفق أن برضو سوق حظ كبير جدا بالنسباله أنه دايما بتجيله الإصابات تلاقي الإصابات إيه يا روي ساني اللي حكم لك أكثر من مصر حقيقي الموسم اللي باته وكان ساعد الفريق في المباراة الكبيرة لابورت أهم لاعب في خط الدفاع سيرجا جوير وأهم لاعب في الهجوم تقريبا مش بقي حد ممكن يعني مؤثر في الفريق أكثر مثلا من دي بروين ودي بسيلفا وبرداردو سيلفا فأنت عندك إصابة كمان وممكن تقريبا يبقى نص العمصر اللي موجودة عندك في الفريق غايبة للإصابة فأنتقل نواجه وسوق حظ كبير جدا معلاوة على تقلق برضو خلينا نتكلم برضو بإحيادية أن ليفرفول مقدم موسم استثنائي يعني أنت بتوصل للمرحلة دي وتعادل في مباراة واحدة دي تقريبا من المرات الندرة جدا بالنسبة لي أن أنا حظة بتحصل في الدور دايما كنت بتبقى في الوقت ده من الموسم تلاقي المتصدر خسران ماتشين ومتعادل ماتشين متعادل ماتشين وخسران ماتشين لكن اللي عاملوا ليفرفول لحد اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولا أنت شايف أنه لسه بدري علشان نتكلم على قضية الحسم سواء ليفرفول أو حتى لسه سيتي أنه يقرأ أو حتى سيتي أنه يرجع تاني وينفس على اللقب بصوة حسابيا صعب جدا صعب جدا أن أنت تقول حسابيا البطولة خلصت دلوقتي لا فرق أربعة تسر نقطة ولسه في مرات السيتي تاني حاجة بالنسبة لمنشستر سيتي إحنا عمليا بنقول أنه هو بعيد لكن مشجعين منشستر سيتي نفسهم بيقول لك لا اللي إحنا شفناه مع الفريق في الموسمين اللي فاتوا والموسم كمان بتاع بتاع كوينت بارك رينجرز والبوز في آخر لحظة في أجويرو يخليك تفكر ويتخلي عندك أمل لآخر لحظة في الدورة وشوفت يمكن أكتر من تعليق من جمهور منشستر سيتي في الفترة الأخيرة أنه إحنا مش قادرين نفقد الثقة ومش قادرين نفقد الأمل في الفريق لأن الفريق دا دايما عودنا أنه هو رجع فأعتقد أن أن دي حاجة جيدة قدر يفنيها منشستر سيتي في الفنين الأخيرة يعني ممكن تفكرنا شوية بالنالي الأهلي النالي الأهلي برضو مهما متأخر ومهما بعت في ترتيب الجدول الدوري الجمهور بيبع عنده أمل لحد آخر لحظة أنه هو لأ هيرجع فيه وحتى لو متأخر في نتيكس المبرى لحد دي تتعين أنت بيبع عندك أمل أن فريق سيتي أعتقد أن اللي بناه منشستر سيتي في آخر عشر سنين قدر يحط الفريق في المكان دي ويخلي جمهوره فعلا متمسس بالأمل لحد اللحظة الأختيجة أفريقيا يا أحمد هل تعتقد أن محمد صلاح يقدر يحسم اللقب أفضل لها في أفريقيا ولسادي مونيب الموسم الاستثناء اللي بيقدمه سواء مع منتخب من أبرز الهدفين الدوري الإنجليزي وفريق ليفر بول وأيضا في صناعة الهدف هل من يقدر أنه هو يحسم اللقب من مصر زي ما صلاح حسم اللقب من السنغال في آخر مرة ولا مين الأعرب من وجهة نظرك طب عدت محرز أنا بتكلم على الاتنين أنا بالنسبة لي شايف وجهة نظري شايف أن الاتنين قريبين جدا جدا من اللقب محرز طبعا واحد من اللعيبة المتقلقين في الدوري الإنجليزي لكن لو أنت شايف محرز قولي ممكن شايف أن محرز ينافس محمد صلاح ومانيه على جهزة الأفضل في أفريقيا ولا أنت شايف أن الاتنين بمنهم حققين لقب أوروبي وكمان مصنفين سواء البالوندور أو في دابست في مراكز متقدمة عن محرز فرأيك إيه بصدر بصدر أنا أتمنى طبعا محمد صلاح هو اللي يفوز باللقب لكن بالنظر لي الموسم اللي فات أنا شايف أن ساديو مانيه ورياض محرز عملوا موسم يعني شريح تمام يعني ساديو مانيه يفوز بدورة أفضل أوروبا ويوصل لنهاي يوصل لنهاي أفريقيا مع منتخب السنغال رياض محرز يفوز باربع بطولات مع منشيسر سيتي ويتوج به لقب كات أفريقيا فأعتقد من وجه نظر الشخصين المنافسة هتبقى ما بين اتنين ما بين ساديو مانيه وما بين محرز ما قلتش أنت السوبر الأوروبي ما قلتش السوبر الأوروب إنت مع ليفر بول آه ساديو مانيه طبعا بتحسب بتحسب للطلاح ويتحسب لمانيه هل أنت هل أنت شايف كمان لقب كاس عالم أنديال أو ليفر بول إدري حقا ويحمد ده يضيف من أو يرجح كافة ساديو مانيه في الفوزبول باللقب كأفضل لها في أفريقيا أيضا والله بص هو طبعا هيزود من قاتهم مانيه وهيزود من قاتهم طلاح لكن زي ما بقولك أنا شايف أن الأمر محسوم يعني شايف المنافسة بين مانيه ومحرز لأن الإنجازات بالنسبة لهم هما الاثنين أفضل شوية يمكن اللي خيب الأمور شوية بالنسبة للمحامد صلاح وشاركته مع منتخب مصر في كاس أفريقيا يمكن لو قل مثلا الدور قبل النهاية أو وصل للنهاية كانت أن نقدر نحن محمد صلاح في المنافسة لكن الشوية الأمور بالنسبة للمحامد صلاح من وجه نظري هو أغروجه من بطولة أفريقيا مع منتخب مصر ودي برضو الأضافة لما نهم يحرز من وجه نظري في المنافسة على اللقب خلي بقى لك أننا نحن نتكلم عن جهزة أفضل لعب في أفريقيا لازم تحصل في الاعتبار كانت أمم أفريقيا في الفوز باللقب حقيقي أحنا نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا يعني تكلمنا بتفصيل عن منتشستا سيتي وفرص فريق الساتيزنز في مشهورا في دورة الانجليزية أحمد صلاح المنصق الإعلامي لفريق منتشستا سيتي في نصر في المنطقة العربية أنكمل معها لكم باية الأخبار وباية الأحداث تكلمنا على خسارة أرسنال أمام رايتون أرسنال للخسارة أو التعاثر الثاني على التوالي مع لوينبرج المدير الفني المؤقت ولعب أرسنال السابق أرسنال جمهوره الله يكون فعونه بيخرجه من أزمة يدخله في أزمة وهم أبدا مشترف في الموضوع الإدارة هي لطرف واللعيبة هي لطرف لكن جمهور أرسنال لا استحق أبدا المعاناة في الفترة الأخيرة مع واحد من أساطير الفرق الموجودة في إنجلترا وطاريخ كبير جدا اتكتب وهيفضل اتكتب مع فريق بحجم وانجمية نادي أرسنال أعتقد أن كل جواد بيكون لي كبوة والأيام اللي جاية أعتقد أن إدارة أرسنال محتاجة أنها تحسم الأمر في تعيينها لمدير فني يقود ويسحب فريق أرسنال من دوامة الهزايم والتعادل المخيب أبدا اللي دايما بيلاقي فريق أرسنال خلال مشواره وعلى خير سواء مع يناي أمري أو حتى مع فرانك لوينبرج هنجوف أرسنال أيام اللي ايه لكن طبعا الأمور متوقفة على الإدارة وبعد اللقاءات اللي هتكون في يوروبا ديجي يوم الخميس اللي جاي ملعب جودسينبارك ملعب أفرتون بتعود الأفراح ليه من جديد بعد الفوز المهم جدا والغالي على تشيلسي 3-1 كنا تابعنا مباراة أفرتون أمام فريق ليفر بول والخسارة بخمس أهداف طبعا تم إقالة المدير الفني وتعيين مدير فني مؤقت المدير الفني المؤقت شوفنا الروح الكبيرة جدا اللي بينشرها داخل اللعبة وداخل غرف خلع الملابس اللي تعكست على اللعبة داخل الملعب وقدروا أنهم يعني فوز مستحق على تشيلسي وعلى فرانك لامبرد اللي فرانك لامبرد عنده أخبار جيدة جدا ظهرت خلال الأيام اللي فاتت أن المحكمة الرياضية بتسمح لنادي تشيلسي بالتعاقد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة وبالتالي طبعا بيتفك الحصار اللي كان مفروض على نادي تشيلسي علشان لامبرد يكون عنده كل الاختيارات اللي ممكن يتعاقد معها خلال الترانسفير ويندو الشتوي اللي هيبدأ بعد أسابيع قليلة جدا أما طبعا مورينيو بيحقق الفوز بخماسية على بيرنلي طبعا آخر لقب أو آخر نتيجة حققها مورينيو بخمس أداف كانت في 2015 في الدوري الإنجليزي لكن المباراة كان فيها شيء أعتقد أنه هو أحسن هدف دوري الإنجليزي الموسم الحالي وهو هدف صون اللي يادر يرقص فيه كل اللعيبة اللي موجودين في الملعب هدف تاريخي هدف مارادوني هدف على طريقة رونالدو الظاهرة وبالتالي صون ومورينيو يتعلقوا فيه الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي يوفينتس يتعادل مع روما لكن بالرغم من يوفينتس عفوا بيتسيو لاتسيو لاتسيو كسب 3-1 فريق إيفنتس بيفك عقدة أعتقد من 16 سنة لاتسيو لم ينجح أبدا في الفوز على ملعب الإيليمبيكو ضد الإيفنتس علشان كده بقول لحضراتكم الإيفنتس الموسم ده مع ساري موقفه سيء جدا جدا العلاقة ما بين ساري وبعض اللعيبة ليست جيدة رونالدو مش في أفضل حال وبالتالي اللي ما كانتش عاجبه أليجري ممكن ما يعجبوش ياخد الدوري طبعا ممكن ياخد الدوري كونتي بشخصية كونتي وطريق كونتي لكن كونتي كان زعلان جدا وكان بالدايق جدا وعصبي جدا على لعبته بعد مباراة إنتر وروما اللي روما بيتعادل فيها على ملعب الإنتر بدون أهداف فوز كان هيبقى مهم الإنتر في ظل خسارة إيفنتس إنه يفرق عن فريق إنتر بعدد من النقاط لكن في ظل تعادل إيفنتس في ظل تعادل إنتر وروما عفوا وفوز فريق إيضلاتسيو على إيفنتس ثلاثة واحد فريق النقاط يتبقى نقطتين فقط ما بين الفريقين الدوري الإيطالي مشتعل الدوري الإيطالي قوي السندي الدوري الإيطالي فيه منافسة شديدة جدا 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 ما فيه شك طبعا على النحية التانية عندنا في الدوري الأسباني فوز مهم جدا لريال مدريد ويعني فوز أهم لفريق باشتون علشان علشان الاتنين يفضلوا فيه سباء قوي يتساوي مع بعض في عدد النقاط في الدوري الأسباني لكن أعتقد أن جائزة بوشكش السنة اللي جاية كأفضل هدف في العالم محجوزة لسوارس أو تحجزت لسوارس بعد الهدف التاريخي اللي قدروا أنه يسجله وكالعادة ميسي هنفضل نقوله المقولة الشهيرة لما قال الجسد لا يرحم هو كان أصده أعتقد أن الجسد لن يرحم أحد من المنفسين وتخطى رونالدو في عدد الهاتريك علشان يوصل لـ 35 هاتريك في الدوري الأسباني يتخطى بيهم كريسانو رونالدو مع ريال مادريد أو في وجود كريسانو رونالدو في الدوري الأسباني وميسي يتخطى رونالدو بالهاتريك رقم 35 في مسيرته القروية في الليجة طبعا خسارة جديدة لفريق بارني ميونيخ كالعادة من مونشنج لاتباخ وفوز بروسيا دورتمونت طبعا مونشنج لاتباخ فريق بيتقلق الموسم ده لكن الصدارة محجوزة دايما لفريق ليبزيج اللي طبعا عنده إدارة وعنده يعني لعيبة عندها وعي وعندها حماس وعندها هدف وعندهم طموح إنهم يحصلوا على لقب الدوري الألماني لهذا الموسم الدوري الألماني كمان مختلف بدأنا ندخل الألماني معكم في القصة وفي الحواديث علشان كنا دايما متعودين إن الدوري الألماني بيتم حسمه لفريق ياما البارن بنسبة 70% أو بروسيا دورتمونت بنسبة 30% لكن الموسم ده أعتقد إن مونشنج لاتباخ وكمان ليبزيج ليهم نصيب كبير جدا في المنافسة على لقب الدوري الألماني وأخيرا طبعا قبل من نروح للنتائج والجوالات محمد صلاح حسادي وماني مرشحان بقوة للفوز بلقب الأفضل في أفريقيا تم إعلان الأسامي لكن رياض محرز ومحمد صلاح حسادي وماني ثلاث أسماء مرشحين وبقوة للفوز باللقب اللي يكون يوم 7 يناير إن شاء الله في القاهرة في مصر وإن شاء الله كلنا أمال وطموحات إن محمد صلاح يحسم اللقب الأفريقي حتى لو بعيد ما فيش حاجة بعيدة أبدا على ربنا سبحانه وتعالى يلا نروح لأبرز النتائج في الجوالات السابقة في الدورات الكبيرة والجوالات القادمة ونتكلم على تشامبينزيج أو دوري الأبطال وكمان ناخد الهدفين وجدول الترتيب والبداية من الدوري الإنجليزي طيب أبرز نتائج الجوالة السابقة من الدوري الإنجليزي أفرتون بيفوز على تشيلسي 3-1 توتنهم هوتسبيرز بيفوز 5-0 على بيرنلي أما بورنموث بيخسر 3-0 من فري ليفر بول ومانشست سيتي وديربي منشستر ينايتد اليونيتد بيفوز 2-1 مع سولتشاير على منشست سيتي وأستون فيلا في وجود تريزيجي بيخسر من لس سيتي 4-1 الجوالات القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السابقة 14 ديسمبر ليفر بول أمام واتسفورد في مواجهة قوية تشيلسي في نفس اليوم مع بورنموث ويوم الحد منشست سيتي ينايتد أمام أفرتون وولفر هامتون أمام توتنموث بيرز ويوم الأربع سيستكمل باقي اللقاءات فيه لقاء قمة أرسنال ومنشست سيتي الساعة 6 ونص يوم الأربع قائمة هدفين الدوري الإنجليزي جيمي فاردي لسيتي 16 هدف تامي أبرهام لعب تشيلسي 11 هدف ماركوس راشفورد منشستر ينايتد 10 هدف وأمريك أوباميانج لعب أرسنان 10 هدف أما داني إينغز لعب سوثانتون 9 هدف وهاريكين لعب توتنم موت سبيرز 9 هدف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفرابول في الصدارة 46 نقطة لسيتي في المركز الثاني 38 نقطة أما منشستر سيتي في المركز الثالث 32 نقطة تشيلسي في المركز الرابع 29 نقطة ومنشستر ينايتد في المركز الخامس 24 نقطة نروح للدوري الإسباني وناخد أبرز نتائج الجولة السابقة في جولة مهمة جدا فيها ريال بيتعادل تعادل سلبي مع أتلاتكو مادريد ريال مادريد بيفوز على إسبانيول 2-0 وباشلونة وفوز كبير على ريال مايوركا 5-2 وريال بيتيز بيفوز على أتلاتك بلباو 3-2 وأوساسونا بيتعادل تعادل إيجابي مع إشبلية هدف لكل فريق أبرز الجولات القادمة في الدوري الإسباني والبداية من يوم السابت الساعة 5 ريال سوسيداد أمام باشلونة أتلاتكو مادريد أمام أساسونا ويوم الحد سيلتا فيجو أمام ريال مايوركا وإشبلية أمام فيا ريال يوم الحد وأخيرا يوم الحد تختتم لقاءات الدوري الإسباني بلقاء قمة ما بين فالنسيا على ملعب المستاية أمام ريال مادريد الساعة 10 قائمة هدفين الدوري الإسباني ماسي بيتخطى كريم بنزيمة بعد الهاتريك الأخير اللي أحرزه في مباراة ريال مايوركا عشان يكون عنده 12 هدف في الصدارة كريم بنزيمة 11 هدف في المركز الثاني أما جيرارد مورينو لاعب فيا ريال في المركز الثالث 8 أهداف يتساوى معه لوكاس فريز مارتينيز لاعب دي بورتيف وألافز 8 أهداف معهم لويس وارس بعد الكعب العالمي والهدف اللي هياخد جائزة بوشكش من دلوقتي بقول لحضراتكم 8 أهداف وأخيراً لورينزو مورد لاعب ريال بتيس 8 أهداف جدول ترتيب الدوري الإسباني ولعبة القط والفار ما بين برشلونة وريال مدريد برشلونة في الصدار 34 نقطة فارق أهداف فقط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني ب34 نقطة أما إشبيلية في المركز الثالث 30 نقطة وريال سوسيداد في المركز الرابع 27 نقطة واختافي في المركز الخامس 27 نقطة أبرز نتائج الجولة السابقة في الدوري الإيطالي إنتر ميلاً بيتعادل سلبياً مع روما والخال كان يوم الجمعة على ملعب سانسير وأودنيزي بيتعادل إيجابياً أيضاً مع نابلي 1-1 لاتسيو الفوز التاريخي اللي اتأخر ل 16 سنة على ملعب الأوليمبيكو أمام اليوفانتوس واللي كان بيمثل لاتسيو عقدة كبيرة جداً جداً مش عارف يكسب يوفانتوس ولا مباراة على ملعب الأوليمبيكو كله هو ملعبه وملعب روما لكن 3-1 فوز مستحق على اليوفانتوس تورينيو بيفوز على فيورنتينا 2-1 وبولونيا بيخسر 3-2 في انتفاضة كبيرة جداً للميلاً في الأيام الأخيرة ب3-2 على بولونيا عجبني جداً جداً للميلاً وأنا أعتقد أنه بدأ أنه يكون لي شكله بدأ الميلاً يحاول يرجع إلى ما كانت طبيعي في الدوري الإيطالي الجوالات القادمة في الدوري الإيطالي من يوم السبت نابوليو بارما الساعة 7 يوم الحد ميلان وساسولو يوفانتوس وادونيزي روما وسبال فيورنتينا وانتر ميلان نروح لقائمة هدفين الدوري الإيطالي إيموبيليكا العادة لعب لاتسيو 17 هدف في الصدارة لوكاكو لعب انتر 10 أهداف يتساوى معه جلفاو لعب كالياري 10 أهداف ولويس موريان لعب أترادة 9 أهداف ولوتارو مارتينيز لعب انتر ميلان 8 أهداف وادهومنيكو براردي لعب ساسولو 8 أهداف طيب ترتيب الدوري الإيطالي قبل ما نروح لمتشاط دوري أبطال أوروبا اللي أكون بكرة وبعده إن شاء الله انتر ميلان 38 نقطة في الصدارة مركز تاني فينت 36 نقطة أما لاتسيو في المركز التالي 33 نقطة كالياري في المركز الرابع 29 نقطة أما روما في المركز الخامس 29 نقطة يتساوى مع الكالياري طيب نروح لدوري الأبطال والجولة القادمة اللي هتكون بكرة إن شاء الله يوم الثلاثة وزي ما حضراتكم عارفين بيكون في لقائين الساعة 8 إلى 5 أما بقى اللقاءات بتكون الساعة 10 لقائين اللي يكون الساعة 8 إلى 5 اللقاء الأول في مجموعة ناتولي أمان جينك ومجموعة مهمة جدا هشرح لحضراتكم الموقف لما أقول لحضراتكم المباراة التانية ريتبول سالسبورج وليفر بول ليفر بول فوز أو تعادل يأهل ليفر بول الفوز يأهل ليفر بول كأول المجموعة والتعادل يأهل ليفر بول لكن في حالة أن نابلي يفوز على جينك نابلي يكون في المركز الأول ليفر بول في المركز الثاني أما فريق ريتبول سالسبورج في حالة فوزه على ليفر بول وأن نابلي حق نتيجة إجابية في مباراة جينك فريتبول سالسبورج ونابلي هيتأهلوا إلى دوري وكم مشجعين لمحمد صلاح نتمنى توفيه لليفر بول في مباراة صعبة جدا على الاراضي النمساوية امام فريق قوي جدا زي ريد بول سالسبرج تستطيعنا بقى لقاءات الساعة عشرة تشلسي امام ليل انتر ميلان امام برشلونة وبالمناسبة المباراة دي ميسي مش هيكون موجود بعد ما تم الاعلان رسميا على اه طبعا الموقع الرسمي لبرشلونة وانه تم الحسم انه خلاص برشلونة متطلب انه هو في المركز الاول وبالتالي فالفيردي حب انه يريح ميسي علشان الجوالات القادمة سواء في دوريا الابطال او حتى في دوريا الاسباني بما انه احنا داخلين على عطلة كريسمس وبالتالي هو عايز كل العناصر تكون جاهزة بعد فترات التوقف يوم الثلاثة لسا مكملين ايكس امستردام امام فالينسيا بوروسيا دورتمون امام سلافيا براد وليون امام لايبزيج وابنفيكا امام زينت سان بيترسبرج لقاءات يوم الاربع كالعادة لقائين ساعة تمانية لخمسة دينا مزاغرف امام منشستان سيتي وشخطار دونستيك امام اتلانتا اما لقاءات ساعة عشرة في البداية من اتلاكو مادريد ولكوموتيف موسكو بارني فركوزين امام اليوفانتس بارني مونيخ امام توتنهام مولتسبرز في لقاء اعتقد انه هو طار كبير جدا لمورينيو وفريق توتنهام بعض الخسارة المزلة من بارني مونيخ على ملعب توتنهام امام فريس انجرمان في مواجهة خوية امام جلاتا سراي وكلوب بروش امام ريال مادريد ولمبياكوس امام ريد ستار بيل جراد زي ما حضرتكم عارفين اسمه بكتب اللغة السربية زير فينا زفيزدا خلصنا معاكم كده تعالوا نروح بقى لاحصائيات الدوري الانجليزي عندنا شوية احصائيات منها الدوري الانجليزي ومنها شوية عن الدوري الاسباني وشوية منها عن الدوري الالماني لكن كالعادة البداية ونصيب الاسب دايما بيكون للدوري الاكبر والدوري اللي كله احصائيات وارقام نروح للدوري الانجليزي والبداية طيب اكثر اللعبين تسجينا للهداف خلال الميت مباراة الاولى في البريمير ليج في الصدارة الان شيرر تسعة وسبعين هدف يليه رودفان نسل روي تمانية وستين هدف يليهم سيرجيو جويرو اربعة وستين هدف ومحمد صلاح تلاتة وستين هدف وفرناندو توريس تلاتة وستين هدف وأندي كول تلاتة وستين هدف يعني محمد صلاح يبيجي في المركز الرابع في تاريخ الدولة الانجليزي اللي من خلال ميت مباراة بيسجل فيهم اكبر عدد من الاهداف وهو تلاتة وستين هدف بعد صاحب المركز الاول تسعة وسبعين هدف ألان شيرر طبعا المداربين او المديرين الفنيين الاسرع للوصول الانتصار رقمية في البريمير ليج في الصدارة جوزي مورينيو بعد مية اتنين واربعين مباراة بيحقق الفوز رقمية يوجن كولوب في المركز الثاني بعد مية تسعة وخمسين مباراة بيحقق الانتصار رقمية أليكس فيركسون او سير أليكس فيركسون مية تنين وستين مباراة علشان يوصل للانتصار رقمية وأخيرا أرسين فينجر مية تسعة وسبعين مباراة علشان يوصل للانتصار رقمية في الدولة الانجليزي طيب ده عدد أهداف اللاعبين العرب في البريمير ليج طبعا مصر في الصدارة مية وتمانية هدف سجلها ثمن لعيب المغرب في المركز الثاني تلاتة وتمانين هدف سجلها 14 لاعب أما الجزال في المركز الثالث بتفرق هدف واحد عن المغرب سجلهم 11 لاعب أما تونس في المركز الأخير 12 هدف سجلهم ثلاث لعيب زي ما حضركم شايفين دي أهداف صناعة مصرية بالبريمير ليج صناعة 8 لعيب محمد صلاح طبعاً بنتكلم في 51 هدف تم صناعهم بأقدام مصرية لكن 8 لعيبة لقدام حضراتكم بالترتيب محمد صلاح هو أكثر لاعب صناعة للأهداف 23 هدف يلي أحمد المحمدي 13 هدف أحمد حسام ميدو 6 أهداف حسام غالي 3 أهداف محمد النيني 3 أهداف تريزي جي هدف وقابل الزيادة رمضان صبحي هدف وإن شاء الله يعود مجدداً إلى البريمير ليج في يوم من الأيام علشان يزود عدده من صناعة الهداف أما عمر زاكي هو كمان أحرص هدف علشان يتساوى مع رمضان صبحي وتساوى مع تريزي جي طبعاً المدير الفني الكوف نونو سانتو المرشحة بقوة يقود فريق أرسنل خلال المرحلة المقبلة 10 ماتشات أو آخر 10 ماتشات لفريق ويلفر هامتون تحت قيادة نونو سانتو دون هزيمة أمام كريستال بالاس بيتعادل 1-1 أمام واتفورد 2-0 أمام منتشيس سيتي بيفوز 2-0 أمام ساوث هامتون بيتعادل 1-1 وأخيراً بيفوز على وست هامت 2-0 لعب 10 ماتشات فاس في 5 مواجهات تتعادل في 5 مواجهات لم يهزم أبداً في آخر 10 مواجهات تسجل 15 هدف واستقبل 7 هدف بأقل إمكانيات موجودة عند مدير فني كوف ومخدرم ويكون ليه مستقبل كبير جداً جداً في الدولة الإنجليزية مع الفرق الكوف طبعاً لسل سيتي بعد الأداء الرائع اللي احنا تكلمنا عليه وقلنا إنه هو المنافس الحالي لفريق ليفر بول إحصائيات لسل سيتي في الدولة الإنجليزية الممتاز لسل سيتي بيحقق 8 انتصارات متتالية في الدولة الإنجليزية لأول مرة طوال تاريخه منذ تأسيس النادي قبل 135 سنة فاز على بيرني وثاثامتون وكريستال بالاس وأرسنال وبريتون وآفرتون وواتفورد وأستنفيل لسل سيتي في الدولة الإنجليزية الممتاز آخر مباراة أمام أستنفيلة بصوا حضرتكم الإحصائيات اللي بيحققها فريق لسل سيتي في مباراة قوية 23 تسديدة على المرمى طبعاً أو 23 تسديدة 8 منهم على المرمى 60% بيستحوز على الكورة مقابل 40% لأستنفيلة عدد التمريرات 463 تمريرة دقة التمرير 86% 15 خطأ 1 تسلل 5 ركنيات تفوق لفريق لسل سيتي في الاستحواز وبعدد التمريرات وطبيعي جداً للنتيجة تكون أربعة واحد على أستنفيلة لعب تاطنهم والاتنين بينفسه جيمي فاردي اللي زي ما حضراتكم شايفين لعب 16 مباراة سجل 16 هدف وصنع ثلاث أهداف هداف الدول الإنجليزي حتى الآن تاريخ مواجهات ديربي مدينة منشستر لازم نتكلم على مدينة منشستر يونيتد ومنشستر سيتي والمدينة اللي مقصومة باللونين الأحمر واللبن لكن بعد المباراة الأخيرة اللي كانت على ملعب الاتحاد مدينة منشستر قلنا اضغطت باللون الأحمر عدد المتشاط اللي لعبوها دي ضبعت 157 مباراة منشستر فاس في 62 مباراة ومنشستر سيتي فاس في 45 مباراة أما التعادل 52 مرة للفريقين حققوا فيهم التعادل لكن زي ما علاقكم شايفين الغلبة لفريق منشستر يونيتد اللي دايماً بيكون متفوق واللي كعبه عالي على فريق منشستر سيتي طبعاً دي نتائج منشستر يونيتد أمام الكبار في الدولة الإنجليزية ليفرفول بيتعادل معهم 1-1 آرسنل أيضاً 1-1 بيفوز على تشيلسي 4-0 بيفوز على منشستر سيتي 2-1 بيفوز على توتنهام 2-1 وأيضاً بيفوز على تشيلسي 2-1 في الكأس فتخلوا حضراتكم 6 مواجهات لعبها منشستر أمام الكبار لم يحقق أبداً نتيجة سلبية منشستر مشكلته أعتقد أن هي في شوية تثبيتات كده في السكواد اللي موجود شوية لعيبة ممكن تقود فريق منشستر للفوز بدولة الإنجليزية إذا توفرت في الأيام اللي جاية وأيضاً عدم التخلي عن أي نجم من نجوم فريق منشستر ده يساهم بشكل كبير في عودة منشستر لمكانه الطبيعية خصوصاً أنه ما عنده مشاكل أبداً في الفوز أو تحقيق أي نتاج إيجابية مع الفرق الكبيرة طبعاً جوزي مورينيو لازم نتكلم عليه بعد الفوز اللي حققه بخمس أهداف مقابل لشيء أمام برينلي مورينيو بيحقق أول انتصار له أو بيحقق تاني انتصار له بخماسية منذ يونيل 2015 بعد ما حقق مع تشيلسي الفوز بنفس النتيجة على سوانزي في أدوريا الإنجليزي الممتاز ودي المرة الأولى لمورينيو مع طاطنهام اللي يخرب فيها بشباكه نظيفة خلال خمس مباراة طبعاً جون تيريو واحتفال بعيد ميلاده رقم 39 لازم اتكلم عن الأسطورة الإنجليزية كابتن تشيلسيو كابتن المنتخب الإنجليزي في يوم من الأيام لعب 759 مباراة 681 مباراة على المستوى المحلي 78 مباراة على المستوى الدولي سجل فيهم 74 هدف نسبة كبيرة جداً 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 بالنسبة لواحد يلعب في قلب الدفاع جون تيريو حقق خمس ألقاب دوري إنجليزي ممتاز مع تشيلسي خمس ألقاب إفعي كاب تلات ألقاب لي كاب واثنين لقب الدرع الخيرية واحد لقب دوري أبطال أوروبا ولقب واحد الدوري الأوروبي نروح لشوية إحصائيات في الدوري الأسباني خاصة بكريم منزيمة ريال مدريد وأول فريد في تاريخ اللي يجا الأسبانية يصل إلى 1700 انتصار في الدوري الأسباني وكريم منزيمة النجم الريال في الفترة الأخيرة بيسجل 11 هدف ويصنع خمس أهداف دوري الألماني واللاعب ده وخلي بالكم منه حضراتكم احفظوا الاسم كويس قوي تيمو فيرنر لاعب نادي ليبزيج الألماني لعب 15 لعب 14 مباراة سجل 15 هدف وصنع خمس أهداف أول لاعب يصل إلى المساهمة في 20 هدف هذا الموسم تذكروا هذا الاسم جيداً جداً علشان هيكون عنده مستقبل كبير جداً في الكورة العالمية طيب دلوقتي جاء وقتنا مع مباراة تاريخية مباراة مهمة جداً في الدوري الفرنسي في موسم 2009-2010 دوري الفرنسي لازم أو أكيد فيه متشاط أعتقد أن حضراتكم تستحق أن احنا نتابعها ونفكر كل سادة المشاهدين بيها موسم 2009-2010 مباراة مام ليون وأوليمبيك مارسيليا واللي انتهت بنتيجة كبيرة جداً عشر أهداف خمس أهداف لفريق ليون خمس أهداف لأوليمبيك مارسيليا علشان كده بنعفبرها مباراة تاريخية مباراة ممتعة مباراة فيها أهداف أعتقد أن الأهداف أبداً لا يمكن المشاهد أو محب كورة القدم يزهق منها أو يمل من مشاهدتها فعلا ونشوف بقى ونعيش مع مباراة في باكرة التاريخ في موسم 2009-2010 في الدوري الفرنسي ونحن بقى الفقرات خليكم معا أهلا محضراتكم من جديد ولسة مكملين معاكم سريعاً هنستعرض شوية أخبار قبل ما نروح نجم الأسبوع والبداية من لويس وارز وهدفي في مايوركا الأفضل في مساتية لويس وارز نجم نادي براشلونة أعرب عن ساعاته بعد الفوز الكبير الحقق أو براشلونة أمام ريال مايوركا بخمس أداف مقابل اتنين ضمن منافسات الجوة لرقب 16 من الليجة في ملعب الكامبنو سوارز قال لتصريحات لصحيفة ماركا هدف إنها الأفضل في مساتية كانت لدي زوايا صغيرة للتسديد إذن قررت التصويب بالكعب بهذه الطريقة حيث منح تحارس المرمى خيارات أقل لا تصدى للكرة مدرب مايوركا ميسي مثل أي لعب آخر ده خلينا الميسي نجم نادي براشلونة في نقاط ساخن مع دي سانتي مورينو المدرب ريال مايوركا وده في خلال مواجهة الفريقين في الجولة رقم 16 في الدولة الأسباني واللي انتاب في فوز البارسة 5-2 مورينو قال في تصريحات أبرزيت صحيفة ماركا الأسبانية هناك بعض اللاعبين الذين هم داخل فقاع ولا يمكنك التحدث معهم أضاف مدرب مايوركا أنه لاعب مختلف في بعض الأمور ولكن في جوانب أخرى وهو شخص مثل أي لعب آخر ويجب معاملته على هذا النحو ميسي يفض الشراقة مع رونالدو ميسي بيسجل ثلاثية هاتريك في الدقايق 17-41-83 علشان يصبح الأكثر تسجيلاً للهاتريك في تاريخ الدوري الأسباني بـ 35 هاتريك وميسي طبعاً تخطى وحطم رقم البرتغالي كريسانو رونالدو نجم ريال مريد السابق صاحب الـ 34 هاتريك راشفورد وتصريح بعد الفوز على مانشستر سيتي اللعب بشكل دائم هو سر تقلقي مؤخراً ماركو راشفورد نجم مانشستر قال السر وراء تقلقه لافت للنظر في آخر لقاءاته مع مانشستر رينايتد قال إن اللعب أو إن هو بيلعب مهاجم بالنسبة له بشكل دور كبير جداً لعب كل مباريات الدوري هذا الموسم في هذا المركز ودايماً بيتحصل على فرص دائمة للتسجيل قال عندما تشعر بحالة جيدة أمام المرمى تتحصل بالتبعية على فرص دائمة للتسجيل ولا يهم حينها إن أهضرت بعض منها كلاب يختار بديل لصلاح ومنيه من البرازيل كشفت تقارير صحفية بريطانية إن ليفر بول بيراقب لاعب برازيلي علشان يضمه في المركز الشتوى المقبل وفقاً لصحيفة ديثان البريطانية يورجين كلاب مندرب ليفر بول معجب بالشاب البرازيلي إيفان يلسون مهاجم فليمانزي كلاب يعني بيحاول أنه يتعاقد مع اللاعب صاحب العشرين عاماً علشان يكون خياراً للمستقبل وأن يلعب دول البديل في الهجوم مع محمد صلاح أو ساديو مانيه وروبيرتي فيرمينيو وأوريجي طبعاً عقد اللاعب البرازيلي هينتهى في فبراير ومن الممكن أن ينتقل اللاعب إلى الأنفلد مقابل أربعة مليون استرليني فقط جيكو يدخل حسابات جوزي مورينيو أكدت بعض التقارير الصحفية البريطانية أن بورتغال جوزي مورينيو بيبحث عن ضم مهاجم جديد خلال الفترة القادمة في المركات الشتوي ووفقاً لصحيفة ميرور يعني أبرز المهاجمين اللي موجودين بالنسبة للمورينيو أفضل الخيارات هو جيكو لاعب البوسني لاعب نادي روما واللي مورينيو حابب أنه يتعاقد معه خلال الفترة القادمة داني بلند ماني هو كريستيان ورنالدو الجديد قال لولندي داني بلند اللاعب لولندي المعتزل أن السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفرابول هو كريستيان ورنالدو الجديد في عالم كرة الخدم داني بلند قال أن ماني هيكون هو المرشح الأبرز للفوس بالجايزة العام المقبل في البالوندور وأكد في تصريحاته نقلتها صحيفة ميرور أن ماني هو رنالدو الجديد في عالم كرة الخدم وقال هو مهاجم مزهل ويملك كل الجودة بإمكانه التسجيل بقدم اليسر أو اليمنى أو بالرأس وبين جواب إمكانه صناعة أهداف رائعة أرسنال يضع شرطاً للتعاقد مع أرتيتا إدارة أرسنال وضعت شرط للموافع على تعيين مايكل أرتيتا مساعد بيب جورديولا مدر منشستر سيتي مديراً فنين للجونرز الموسم الحالي وفقاً لصحيفة الميرور إدارة أرسنال بعتت واشترطت عقد أرتيتا مقابلة مرهقة مع المديرين المتنفيذين للنادي على غرار المبتدئين لمعرفة إذا ما كان قادراً على قيادة الجونرز أم لا طبعاً يعني واضح أن أرتيتا هيتعق جداً علشان خطر يتولى القيادة الفنية لازم يقابل المديرين التنفيذين للنادي علشان خطر يشوفوا إذا كان ينفعوا ولا لأ والإدنين هينفعوا مع بعض ولا لأ أرتيتا هو خيار مفضل لنادي أرسنال لتولي القيادة لكن طبعاً زي ما عدراكم عارفين الخيار الأول والأخير لاختيار المدرب هيتم اتخاذه من قبل ستان كرونكي ونجلو جوش ملاك نادي أرسنال لاتسيو يقصر عقدة الأولمبيكو بعد 16 سنة شبكة أبتل الإحصائيات قالت أن لاتسيو تمكن من فك عقدة الانتصارات على ملعب الأولمبيكو أمام يوينتس واللي لازمته لسنوات طويل لمدة 16 سنة آخر فوز كان في ديسمبر 2003 من 16 سنة لما كان روبيرتو منتشيني على رأس القيادة الفنية لنصور العاصمة ساري يمتص غضب رونالدو أمام لاتسيو ساري عمال يمتص غضب كل اللعيب سيطارت حالة من الغضب على البرتغالي رونالدو مهاجم اليفنتس خلال مشاركته الأخيرة مع فريق ايفنتس أمام لاتسيو على ملعب الأولمبيكو في الجالة رقم 15 من الدوري الإيطالي ديئة 20 نشادت سقوط رونالدو من تدخل من أتشوربي لاعب لاتسيو على قدم رونالدو سقط بعدها اللاعب وتنرفس جدا والدايق والكاميرا بيينت محاولة موريس ساري أنه يمتص ويعني يحاول يهدي شوية رونالدو بعد ما أشار ليه بالهدوء في محاولة الانتصاص غضبه انسحاب بارني مونيخ من صفقة هالند يمهد الطريق لمان يوناتد للتعاقد معه تلقى نادي مانشستر ناتد أنباء سارة في ظل مساعي نحو للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالند مهاجم ريدبول سالس بوجه النمساة واحد من الأبرز اللاعب اللي هيكون ليه مستقبل في الملاعب الإنجليزية أو الأسبانية الفترة القادمة بالمناسبة اللاعب ده هيلعب مباراة بكرة أمام محمد صلاح فردان يصر مان يوناتد بيتنافس معه عنديها كبيرة جدا في أوروبا علشان يتعاقبوا مع نفس اللاعب اللاعب عنده 19 سنة تقلق مع نادي ريدبول سالس بيرج تسجل ثمان أهداف خلال خمس جولات بدور المجموعات في التشامتينز ليج وأيضا بيتقلق كمان في الدوري الألماني تياجو سيلفا يوجه رسالة لإدارة باريس سان جرمان بعد فوزه على بومبليه 3-1 يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي قال تصريحات تياجو سيلفا لجريدة الكيبة الفرنسية أنه سعيد لخده اللقاء رقم 3-1 بقميص فاريس سان جرمان وأنه بيشكر كل المسؤولين في النادي على الجهد الرائع المبذول معاه وفي نفس الوقت بيتكلم على تجديد عقده وأنه بيسعى أنه يحسم هذا الأمر علشان يختم حياته مع فاريس سان جرمان كوليبالي هو هدف زيدان الأول طبعا موقع لتن سبورت ذكر وقال زين الدين سيدان مدرب ريال مدريد عايز يرمم دفاع ريال مدريد بالتعاقد مع سريد كوليبالي اللاعب السنغالي اللاعب نابولي اللي بيبلغ من العمر 28 سنة واللي عنده شرط جزائي ممكن يتم تفعيله في صيف 2020 فاريكسون يعيد أفرتون للحياة طبعا دان كان فاريكسون مدرب المقاقد لأفرتون يعني تقلق في المباراته الأخيرة مع أفرتون ضد تشيلسي وفاز عليهم 3-1 ومدير الفاني ده مؤقت لكن يا ذرا هالي أستمر ولا لا ده متوقف على النتائج لكن في أغلبية المواقف لما المدير الفاني بيتقلق ونتائجه بتكون إجابية اعتقد أنه بيكمل ليفندوسكي يرفض باريس سان جرمان ويتألم اللي ضياع فرصة ريال مدريد طبعا زي ما هل راكم عاركين ليفندوسكي يعني رسميا بيرفض باريس سان جرمان لكنه في نفس الوقت هو لسه محسامش وضعه بالاستمرار من عدمه مع البايرن وبيتألم لفرصة عدم توقيعه مع ريال مدريد قبل ما يجدد عقده مع بايرن ميونيخ طيب خلصنا مع حضراتكم الأخبار بسرعة هنروح لنجم الأسبوع نجم الأسبوع هو لاعب كالآخر أقول لحضراتكم عرستي ونلعب الفزورة علشان في الآخر أقول لحضراتكم اسم اللاعب سريعا أقول لحضراتكم بعض النقاط علشان نلحق وقت الحلقة معكم ونعرف كل فيديوهاتنا طبعا هو أسطورة ولاعب وهداف شلكة التاريخي وتاني أفضل هداف في تاريخ الدور الألماني بعد جيرد مولر بتسجيله 268 هدف والهداف التاريخي أيضا لفريق شلكة 226 هدف سجل مع منتخب ألمانيا 32 هدف دولي خلال 47 مباراة فقط موليد 27 ديسمبر 47 اشتهر بلقب مستر دراجا يعني مستر باسكل علشان كل هدافه دابل كيك أو باسكل كيك وكمان اشتهر بأنه أفضل لاعب بيلعب الكرات المقصية المزدوجة وكل بقى الأشكال اللي حضركم عارفينها طبعا حقق كاس ألمانيا مرتين وأيضا كاس العالم مرة واحدة سنة 82 في المركز التاني وبطولة كاس الأمم الأوروبية سنة 1980 الألقاب الشخصية الهداف التاريخي لنادي شلكة الألماني والهداف التاريخي للدوري الألماني والهداف التاريخي التالت لكأس ألمانيا وهداف الدوري الألماني موسم 75-76 وهداف كأس ألمانيا سنة 72 وأفضل لاعب في العالم أو سادس أفضل لاعب في العالم سنة 77 حصل عليها في البالوندور وتم اختياره ضمن أفضل 100 لاعب في العالم نتحدى ويكروت القدم وتم اختياره ضمن أفضل 125 لاعب في العالم من الإسطورة بليه هو الإسطورة الألمانية كلاوس فيشر تعالوا نستمتع بلاعب من النجوم اللي كانوا موجودين في الدورة الألمانية واللي هيمتعنا بهدافه ونرجع نكمل مع حضرك ميسي بالبالون دول رقم 6 في تاريخه أكيد المباراة الأخيرة أمام ريال مايوركتو كان لها احتفال خاص في تقديم البالون دول لميسي في ملعب الكامبنو ووسط كل جماهيل برشترنا لكن يا طارد مين اللي قدم لميسي الجايزة علشان يحتفل بيها مع الجماهيل وإزاي ميسي احتفل بيها معهم تعالوا نشوف كواليس وأحداث احتفال ميسي وتقديمهم للجايزة رقم 6 في تاريخه وهي البالون دور تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضرك تعالوا نروح بقى لشوية مهارات السفيناءية كده علشان دي اللي دايما بنحلي فيها في البرنامج عندنا وبنجيب لحضرككم أبرز المهارات اللي موجودة في كل حتة الشارع في الكرة الخماسية في داود المدارس في كل شيء فتعالوا كده مع عدينا بشوية مهارات ونرجع نكمل مع حضرك آخر فيديو هنختم به مع حضرككم هو مقلب كوميدي انتشر في كرة القدم العالمية إحنا اللي بدأنا به قبل سعد السمير علشان بس حضرككم تكونوا منصفين للحق يعني وقلنا ان دا هيددى ان هو يتاخد وهينتشر الفترة اللي جاية فأنا هسهر بحضرككم واقول هو مقلب سعد السمير لكن مقلب زي اللي عملوا في غرف خلع الملابس في الناد الآلي هو نفس المقلب لكن في بلد تاني أكيد غير مصر فتعالوا بقى نشوف نفس النوقف الكوميدي وازاي بنفسه برا ونرجع عشان يختم مع حضرككم وصلنا مع حضرككم لنهاية حلقة النهاردة من ويرد سبوتس ان شاء الله نشوفكم يوم الاتنين اللي جاي على الف مليون خير يعني ختمنا لكن ملك وكتاب ان شاء الله يكون الساعة عشرة وتستمتعوا به ونشوفكم دايما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة